زي ما دايما بنقول لحضرتكم أنه فيه اهتمام كبير جدا من الحكومة لبناء الإنسان صحيا وفكريا وتعليميا وده الكلام اللي دايما بيأكد عليه سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الصحة وبخصوص كمان مبادرة 100 مليون صحة دكتورة هيلة زايد وزيرة الصحة أكدت النهاردة أن بداية من ديسمبر المقبل هيتم الكشف الطبي على 6 مليون طالب من طلاب السنوية العامة والأزهري وكمان السنوي الفني وفي ستمبر 2019 هيتم الكشف على الطلاب من الصف الأول الإعدادي وحتى الأول السنوي وضفت كمان وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك خمس مواطنين أعمارهم فوق المئة سنة شاركوا في الكشف ضمن المرحلة الأولى لمبادرة القضاء على فيروس سي ووضحت أنه تم توجيه حمالات للكشف على نزلاء السجون ضمن المرحلة الأولى للمبادرة كمان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية قال خلال مشاركته في المؤتمر أن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي بتتسم بالشفافية وأن منظمة الصحة العالمية هتستمر في دعم جهود الحكومة المصرية للقضاء على الفيروسات الكبدية والأمراض غير أسارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر